اشتركوا في القناة وما ستساهم المنصة في تبادل الرؤى والمعلومات بين وزارة الداخلية وأفراد المجتمع وتفتح بوابة جديدة غير مسبوقة في منظومة الشراكة المجتمعية التي أرسل دعائمها وزارة الداخلية منذ أمد بعيد تأتي المنصة الوطنية للحماية المدنية والتي دشنها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لتؤكد على دور التوعية والتثقيف الأمني في تعزيز السلامة العامة لدى كافة المواطنين والمقيمين وقد اتبعت وزارة الداخلية المنهج العلمي السليم في الأعداد لهذه المنصة بما تحمله من مضامين توعوية وإرشادات تثقيفية في مجالات الحماية المدنية حيث تم إطلاقها بناء على نتائج مسح وطني تم إجراءه العام الماضي على عينة من المجتمع البحريني بلغت أكثر من 13 ألفا بهدف قياس وعي الجمهور بكيفية التعامل مع حالات الطوارئ وأكدت نتائجه أهمية التوعية بإرشادات السلامة وإجراءات التعامل مع الظروف الطارئة طبعا في البداية حبيت أشكر معالي وزير الداخلية شخة روشد بن عبدالله الخليفة على إنشاء مثل هذه المنصة طبعا حبيت هنا في البداية أن أكد على جميع المواطنين أن عدم الامتثال على أي إشاعات تصدر إلا مصدرها الرسمي فإحنا كخارجية نواب نأكد على هذه الأمور أننا لسلامة الجميع أمور مجرد أمنية لسلامة المواطنين توعية المواطنين في المخاطر والكوارث التي تمر فهذا شيء مغريب على معالي وزير الداخلية إلا دائما يكون متواصل مع الجمهور في عدة ملفات وعدة قضايا فاليوم نحث المواطنين على المتابعة أيضا في برنامج تواصل نحثهم أيضا في برنامج المرور وأيضا برنامج اللي هو مجتمع واحد كما أيضا نتمنى تكون هذه دورة سنوية في توعية المواطنين سواء كانت في الأمور الكوارث أو المخاطر أو أيضا في التوعية الصحية وأيضا في التوعية البيئية تشمل المنصة موضوعات عدة منها إجراءات سلامة العامة والسلامة في المنزل والعمل والمدرسة وبرك السباحة وكيفية التصرف في حالة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والتلوث الإشعاعي وغيرها فضلا عن مشروع التطوع في خدمة الدفاع المدني والذي تجاوز عدد المتقدمين له عبر المنصة منذ إطلاقها مساء الجمعة الثالث من نوفمبر عام الفين وثلاثة وعشرين وحتى صباح يوم الأحد ثلاثمائة شخص هذه المنصة الوطنية لاقت قبولا كبيرا وتجاوبا كبيرا عند المواطنين وكذلك المقيمين وهذه المنصة الوطنية ستساهم بشكل إيجابي وفعال في رفع وعي المواطنين وكذلك المقيمين وستعزز هذه المنصة الوطنية في أشراكة المجتمعية هذا الشيء يخدم المواطن بشكل كبير جدا نشكرهم كل الشكر على هذه الجهود التي بذلوها في سبيل خدمة المواطنين من أهم ما تتميز به المنصة وأنها متاحة للجميع ويتم تحديثها بشكل يومي وسط حرص من فريق عمل المنصة على أن تكون تفاعلية وتتضمن تواصلا دائما مع الجمهور لقياس رجع الصداء ومن ثم تطوير الرسائل الإعلامية والتوعوية فالوعي والتصرف الآمن بمثابة خط الوقاية إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية يأتي في إطار تضافر الجهود الوطنية وتكاملها من أجل بناء مجتمع آمن قائم على الوعي من خلال توظيف مختلف التقنيات الحريثة في هذه المنصة لتحقيق كافة الأهداف المنشودة خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين